بسم الله الرحمن الرحيم تسرون إليهم بالمودة وعنى لهم ما أخفيتم وما لنتم ومن يفعله مينكم فقد قل سواء السبيل إن يسكفوكم يقولوا لكم أداء ويوثدوا إليكم عيد يوم وعرضنا توم بالسوء يودوا لو تكفرون لم تنفأكم أرهامكم ولا أولادكم يوم الكيامة يبسل بينكم الله بما تعملون بصير قد كانت لكم قصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لكومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبدى بيننا وبينكم الأداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وعده إلا قول إبراهيم الابيه لا أستغفرن لك وما أملق لك من الله من شاعي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وكفر لنا ربنا إنك أنت العديد الحكيم لقد كان لكم فيهم قصوة حسنة لمن كان يرجل الله وليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الأميد عصى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ما أداك والله قدير والله كفور الرحيم لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يقرجوكم من دياركم أن تفروهم وتقسطوا إليهم إن الله يهب المقسطين إنما نهاكم الله على الذين قاتلوكم في الدين وأقرجوكم من دياركم وذاروا على أفراجكم أهم تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجراتهم فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن وإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجوهن إلى الكفار لا هنه إلا لهم ولا هم يهلون لهن وآتوهن ما أنفقوهن ولا جناها عليكم أن تنكروهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسقوا بيسر الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوهن ذلكم هكم الله يقوم بينكم الله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أذواجكم من الكفار فآكوتم فآتوا الذين ذهبت أذواجهن مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا عزاك المؤمن عدو يبعينك على الله يسرقنا بالله جاء ولا يسرقنا ولا يسرقنا ولا يذنينا ولا يقتلنا ولا دهن ولا يعتنه يبوتانه يمترينه بين عيديهن ورجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروفهن فبعيهن واستغبر لهن الله إن الله غفور الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قدب الله عليهم قد عيتوا من الأكرد كما عيت القفار من أصحاب القبور